منذ أول ظهور له في الساحة العراقية كانت الجريمة وصما على جبين المنادين باسمه فلا أرهب ولا أجرم حينها من العائثين فسادا بالعراق طولا وعرضا جيش المهدي ومن ورائه مقتدى الصدر الرجل الاختبوطي الذي يريد وضع أرجله في كل ساحة سياسية رجل في ساحات التظاهر وأخرى في الحكومة وثالثة في إيران ورابعة في الخليج وخامسة في أمريكا وكأنه يريد أن يمسك بخيوط جميع اللعبة فلا تمر مرحلة عصيبة من عمر العراق إلا وهو جزء منها ومؤثر فيها فمنذ تأسيس جيش المهدي وحتى مجيء القبعات الزرقاء مرورا بميليشيا السراية لعبت أذرع الصدر العسكرية دورا كبيرا في إشعال شرارة الطائفية ومارست إجراما طائفيا توثقه المقاطع المصورة والشهادات الحية ومن الجريمة الطائفية إلى الجريمة السياسية عندما استخدم الصدر ميليشيا السراية أداة لتخويف خصومه وشركائه وفرض وجوده في جميع الحكومات المتعاقبة بالقوة ولما ثار الشعب العراقي في شهر تشرين الأول اندس أتباع الصدر بين المتظاهرين وحاول الصدر أن يركب الموجة ويقدم نفسه وصيا على المتظاهرين لكن المحنة كما يقال تكشف معادن الرجال فما إن خالف المتظاهرون هواه حتى كشر عن نيابه وأطلق عصابات القبعات الزرقاء ترهب المتظاهرين وتهددهم وتولى هو مهمة الطعن في شرف المتظاهرين ووصف خيم الاعتصامات بأماكن اللقاءات المشبوهة بين الرجال والنساء غير مبال بعدم قبول أي عراقي غيور للطعن في شرفه فكيف بساحات التظاهر التي سالت عليها دماء الشهداء مقتدى الصدر من نفس مدرسة زملائه زعماء الميليشيات الذين يصرحون بسوء أفعالهم وخطابهم الدموي ونهجهم الفاسد إلا أنه أشد خطرا منهم لما يملكه من قدرة على تغيير لون جلده حسب متطلبات السياسة الناعمة لتحقيق غاياته الشخصية وتنفيذ مخططاته الخطيرة على حاضر العراقي ومستقبله